وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بدعم إضافي لمبادرة إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحارجة بمقدار 600 مليون جنيه جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ومستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية حيث وجه الرئيس بتقديم حزم التحفيزية للأطباء للارتقاء بدخل الطبيب وتحسين بيئة العمل الخاصة بهم صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الرئيس وجه بمنح امتيازات خاصة للأطباء العاملين في المحافظات النائية وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل ودعم مصاريف الدراسة الخاصة بطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية مع الاستمرار في تقديم المنح المجانية للمتفوقين كما وجه الرئيس السيسي بتعزيز الكوادل العاملة في المركز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي ووجه كذلك بدعم مصاريف التقدم للطلاب الجدود للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية بتحمل الدولة نسبة من تلك المصاريف مع الاستمرار في تقديم المنح المجانية للمتفوقين تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات الرئاسية في قطاعي الرعاية الصحية للمواطنين والجامعات والبحث العلمي واطلع على الوضع الوبئي لفيروس كورونا فضلا عن معدل تلقي التطعيمات والمتوفر حاليا من خلال جرعات إضافية من اللقاحات كما تبع سيد الرئيس المبادرة الرئاسية الخاصة بدعم صحة المرأة والاكتشاف المبكر للأورام وتعزيز صحة الأم والجنين على مستوى الجمهورية فضلا عن جهود تطوير مستشفى أورام دار السلام هرمل لتصبح مركزا متطورا لتشقيس وعلاج أورام السادية وكذلك مستجدات إنشاء المعهد القومي الجديد للأورام 500-500 وتم أيضا عرض مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل مع استعراض الخطوات القادمة في هذا الصدد والخطة الزمنية لإدراك باقي المحافظات في المنظومة حيث وجه الرئيس بضمان استدامة التطفقات المالية الخاصة بالمنظومة كعامل أساسي لنجاحها بالإضافة إلى كفاءة مقدم الخدمة الصحية ترجمة نانسي قنقر